موسيقى سكر انا خلاص لبست وانا كمان خلاص خلصت يلا بقى عشان ننزل انت اصلا وعايزة تجيبي ايه كنت عايزة جيب شوية حاجات من السوبر ماركت وكده لزمي البيت يعني عشان الحاجات خلصت طيب ماشي وكمان لو عايزة نروح المول تجيبي شوية لبس وكده ما عنديش مانع وانا اكيد برضه ما عنديش مانع طيب نبقى نعدي على المول بعد ما نروح السوبر ماركت طيب ماشي يلا بينا يلا مهنة دهواحنا جينا هنا ليه يعني ايه ليه يا سكرة مش انت كنت عايزة تجيبي شوية حاجات في السوبر ماركت وكده عشان البيت ايوا بس انا حاسة ان انا جاي هنا عشان اجيب حاجة حلوة حاجة حلوة ومن امسى واحنا منهتم بالحاجات دي انت قصة ما بتش تحب الحاجات الحلوة ايوا منعشان كده مستغربة اهو احنا كنا قولنا ان احنا هنجيب اندوميو حاجة حلوة لا احنا ما قلناش كده يا سكر بس انا برضو حاسة ان احنا قلنا كده قبل كده ايوا يا مهند عموما السكر مش مشكلة شوف الحاجة انت عايزها حتى لو عايزة جيب حاجة حلوة مش مشكلة طيب ماشي انا هجيب شوية خضر وفكعة وانت هتبقيتر حاجة طيب ماشي سكر مالك حس ان انا عايزة رجع انا حس ان انا مصدها وعايزة رجع وضيخ اهدي طب يا سكر استني هجيب للكوبات مية لا 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 انا جيبش حاجة انا ان شاء الله هبقى كويسة طيب لو عايزة ترجع البيت ومش لازم نجيب الحاجات دي النهاردة حتى ممكن نطلبها او حاجة طيب ماشي اش انا مش قادرة خالص طيب يلا بينا يا سكر مهند امتى هتسحوا بقى سكر انت سمعت السود ده ايوة يا مهند انا سمعته هو كان في حد بينادي علينا صح ايوة انا حسيت بكده بس مفيش حد موجود انا حسيت انه هو سط ممطي مش عارف ليه ممكن يبقى تهيئات او مثلا واحدة بتنادي على عيالها او حاجة ايوة ممكن يلا يا سكر عشان اروح يلا يلا يا مهند مهند انا حسيت بصفورة في دماغي ايوة يا سكر وانا كمان حسيت ان في حاجة غريبة انا مش قادرة مش يا مهند مش قادرة حسيت ان انا نايمة اساسا مش عارف اتحرك وقونا كمان يا سكر نفسي الاحساس سكر مهند احنا بقلنا كتير اوي مستنيينكم لو زمحتوا اصحوا بقى فوقوا بقلنا ست شهور امتى هتصحوا من الغيبوبة دي يا سكر يا مهند صدقوني لو صحيتوا هنجيب لكم كل حاجة انتوا عايزينها هنجيب لكم اندومي وحلويات يا ربي بقى يا سمهند امتى هتصحى وحشتني اوي يا مهند سكر انت وحشتني اوي مهند ايه الاسوات دي ده صوت مامتي وباباكي وايلين وانس وفادي بس اتحس ان هي اصواتهم زمان مش دلوقتي ايوة فعلا انا حاسس بكده بردو يا ماما امتى سكر ومهند هيتصحوا من الغيبوبة بقى لهم ست شهور بجدنا زهيئت اوي يا ماما ما تيلاقيش يا ايلين ان شاء الله هيتصحوا قريب ماما انا سمعت ان في راجل في دل عشر سنين في غيبوبة هو ده ممكن يحصل لسكر ومهند لا 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 بعد الشر يا فادي ما تقولش كده ايوة يا فادي ما تقولش كده ان شاء الله هيصحوا النهاردة يا رب بجد النفس ماما يصحوا النهاردة وحشوني اوي يلا بقى يا مهند اصحى امتى هتصحى ايه ده هو انا فين ايه ده ايه ده المكان ده ماما ايلين وانس وبابا هو ايه اللي بيحصل سكر حبيبتي وحشتني اوي يا سكر انا مجد فرحان اوي ان انت سحيتي يا ربي وحشتني اوي يا سكر مهند اخيرا سحيت يا مهند ان لسه بقولك تسحى دلوقتي انا مجد فرحان اوي الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله يا رب ان انت سحيت والله العظيم انا فرحان جدا اخيرا بقى يا سكر هنرجع نلعب يا سلام انا بجد فرحان اوي يا مهند او في ايه يا ماما ليه كلكم الممين حولايا كده وكلكم فرحانين او ايه اللي حصل يا سكر يا حبيبتي انت ومهند كنتوا بغيبوبة بقى لكم ست شهور ودلوقتي فقتوا واحنا اكيد فرحانين انت وحشتونا جدا يعني احنا خلاص دلوقتي سلام ولا احنا تعبنين لا انت سليمة يا سكر ما تلاقيش طب الحمد لله والله العظيم كنت اخاف لو كنت تعبنة يعني اول مصحة كده لاقي نفسه تعبنة مش معقول سكر حبيبتي وحشتيني اوي يا ماما انت بتعياتي لي دلوقتي يعني او انا كويسة ولا انا ميتة ما تقولوا يا جدعان لو ميتة لا يا سكر لا 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 بغض الشر عليك هي بس دي دموع الفرحة ايوا يا سكر دموع الفرحة انا بجد فرحانة قوي انا مش فاهم حاجة يا جماعة ليه كلكم فجأة بقيتوا تحبوني كده مش انتو مكنتوش طيقيني من شوية واقعدتوا اقول لكم عايز اندومي وحد شرط يجيبلي دلوقتي كلكم ملمومين حوالي كده ولا ايه خلاص يا مهند سدعني اجيب لك اندومي واجيب لك كل حاجة ايه ده ايه ده هوانت يا ماما هو في حد لعب في الاعدادات بتاعتها ولا ايه لا لا يا مهند ولا حاجة انت بس عشان بقالك غيبوبة ست شهور بقالي ست شهور في غيبوبة ايوا يا مهند عشان كده هي بس الفرحة فممكن تجيب لك اي حاجة استغل الموضوع ده واطلب كل حاجة انت عاوزها هو انت هتقولي اكيد استغل الموضوع ده يا سكر شكل الخطة فشلت ايوا الواضح كده يا مهند بس مش مشكلة طرامهم هيجيبونا كل حاجة ايوا ايوا ممكن انتو فهمونا بقى ايه اللي حصل وازي عربية خبطتكم ايه ده يا سكر او احنا في عربية خبطتنا انا مش فهم حاجة والله العظيم يا مهند اخر حاجة فكريها لما اتفقنا على الخطة خطتي يا مهند هقولك دلوقتي كل حاجة يوبا امتى سكر هتيجي انت هي تقوي انا جيتها هو يا مهند على فكرة يا سكر انا متضايق منك بقى لي ساعتين هنا واقف نستنيكي وانت كل ده بتيجي معلش يا مهند اعمل ايه يعني انا على فكرة بقى لي ساعتين حرام رجلي واجعتني انت كدب قوي على فكرة مش بقى لك ساعتين لا بقى لي ساعتين وساعتين ونص كمان ساعتين ونص وتعالى يا بوس يوبا يا سكر سكوتي طب على فكرة انت كدب عارف ليه ليه يعني عشان انت بسلم كلمني من ساعة وقلتلي ان انت لسه صاحي ترى ما انت اصلا لسه صاحي من ساعة ازاي بقى لك هنا ساعتين ونص يا كدب طيب خلاص خلانا غير الموضوع انا جبت اهو الازياء يلا عشان نتنقر طيب دلوقتي انا هقولك الخطة على فكرة انا عارف الخطة احنا درسناها مبارع عشر مرات كفاية لا يا مهن نلزم اقولها لك تاني يوبا ماشي قولي اول حاجة احنا نلبس الملابس دي عشان نكون متنقرين على اشكال ناس كبيرة بس اقزماء مفيش حاجة اسمها اقزماء لا على فكرة اسمها اقزماء اسمها اقزام يا فقيقة طيب بس انت يا فيلسوف طيب كملي وهنتنقر على الاشكال ناس كبيرة ليه عشان نقدر نشتري اندومي بروحتنا عشان الرجل بتاع السوبر ماركت الرحم بقى يكلم الاطفال لما يشتري اندومي وكامل هنجيب كل الحاجة حلوة اللي في السوبر ماركت ومش هيقدر يكلمنا طبعا عشان هو مش عارف ان احنا سكر ومهند عشان احنا هنتنقر تنقر رائع اوه ياه ايوه يا سكر يلا بينا يلا بينا دلوقتي يا مهند يلا بينا عشان نروح وهما حاجة ما تتوترش ماشي طيب ماشي هندخل عصان احنا اقزام وكبار وعقلين ونقدر نشتري كل حاجة احنا عايزينها هنشتري اندومي وكمان هنشتري كل الحلويات اللي في السوبر ماركت يا سكر وبعد كده هنجي في نفس النقطة هنا عشان ناكلهم اتفقنا اتفقنا يلا بينا يلا عارفا يا سكر ايه يا مهند بيقولوا ان في عربيات بقت تجي في الشارع ده ازاي يعني عربية هتدخل هنا مش عارف بس سمشي وخلي بالك ماشي ماشي سكر خلي بالك وبعد كده انا قلت للسكر ان في عربيات بتدخل من هنا ويه ما كانتش مصدقة شفتي بقى يا سكر ان فعلا في عربيات بتدخل من هنا ايه وبعد كده في عربيات ستنا لفكرة وانا روحت مسوطة بس بجد يعني ازاي عربيات تدخل من هنا ايه وفعلا دلوقتي بقت في عربيات تدخل هناك عشان بتقول ان هي بتدخل هناك يعني بدل ما تروح الجراج بس ده ما ينفعش اهو سوي الموضوع ده سكر ومهنة فضلوا في غيبوبة لمدة ست شهور ايوة واللي ده سهم دخل للسجن فضل تلت شهور بس ومعكها طلع واما كانوا نصف في الغيبوبة يا عيني بس اهم حاجة ان انتوا دلوقتي كويسين استراحنا جعانا قوي ايوة يا سكر وانا كمان جعان جدا حسنا انا عايز اكل كل الاكل اللي موجود في العالم طيب يلا بقى دلوقتي عشان نروحها تاكلوا عايزين تاكلوا ايه بقى اندومي لا طبعا مش اولا ما تسهم الغيبوبة كده تاكلوا اندومي لازم تاكلوا حاجات مفيدة ايوة ايوة تعالوا انا هعمل لكم اكل لا يا ماما بقى انا مش عايز اكل اكل بيتي انا عايز اروح مساء محل السوشي او بيتزا ايوة ايوة بيتزا طيب جماعة نهار ده عزمكم كلكم على بيتزا هيه اخيرا بقى لي ست شهور ما اكلتش بيتزا ولا اي حاجة شفتو اسكت يا سكر عشان انت قصة ما كنتش حاسة بيهم خلاص صراحة معكي حق يعني بس صراحة انا كنت حاسة ان انا عايش ايوة انا كمان وكان في حاجات كده في دماغي بس مش عايز افكر فيها ايوة انا قصدكم على ايه جماعة كنت بحلم تقريبا ان انا اتجاوزت سكر المعفنة ايوة انا كمان انت معرفن اصلا انا بكرهك ايه القرف ده ايوة فان حاجة موريفة بكرهك خلاص يا جماعة انت بتدخنقوا ولا ايه يلا عشان ناكل يلا اللي انت حطفق دماغي ده يا سكر انا بتنقر على شكل واحد القرن اللي هو يونيكورني يعني لو بتفهم على فكرة انا بفهم بس هو شبع بس مسلس الجبنة لا على فكرة ايه ده يا مهند انا اول مرة اشوف سمكة بولتي بتنقر على شكل سمكة بولتي على فكرة بقى انا مش سمكة بولتي انا باني ادم بتنقر على شكل سمكة بولتي بس انا مش سمكة بولتي انت لا سمكة بولتي لو انا سمكة بلتي يبقى انت جنبري انا جنبري على فكرة بقى لو انا جنبري تبقى انت جوارع كايه كوارع ايه الكوارع دي ما عرفش وملكيش دعوة تب اسكت بقى وملكش دعوة بيا عشان انا احلى منك على فكرة والزي التنقري احلى من زيك التنقري هو انت اصلا مش عامنا اي حاجة انت حرفين حتى مسلس جبنة على الراسك بس كده لا على فكرة عسل انت اللي عامل حاجة يعني ما انت رابس سمكة بلتي على الراسك بس كده وانت اصلا سمكة بلتي يعني لو قلعته هتكون متنكر اصح من كده الوضح ان سكر امهند رجال وخناقتهم المعتادة ايوا شكل كده يا ربي هوا من اول يوم كده هيصحوا فيها هيفدروا يصدعونا الموضوع بقى متعب فعلا انا عرفت احنا ليه كنا حرمينهم من حلويات ايوا افتكرت دلوقتي من زنهم ده يلا يا مهند لازم نخلص البيتز عشان نروح نقابل جودي ايوا احنا بقى انا كتير قوي ما شفناهاش على فكرة اسكت بقى عشان احنا اصلا ما حسناش بالست شهور دولت فاسكت ايوا صح معك يا حق بس لو هنروح نقابل جودي اللي بتعجل على راستك دي اهو ارتاحتي كده ماشي وانا كامل هنمي بتاعتي دلوقتي بقى اكل البيتزا وحل عني انت اللي حل عني يو بقى يا مهند انت بجد صدوع سكر مهند انت بجد وحشتوني جدا وانت كمان يا جودي والله العظيم وحشتين انا بجد مش مصدق ان انت اخينا انفقتوا من الغيبوبة بقى لكم ست شهور بجد وحشتوني قوي ما كنتش بصور ولا تحديات ولا اي حاجة ومش عارف اصور مع مين وانت اللي كنتوا عاملين تعمل التحديات اكيد مش عامل التحدي لوحدي شكرا والله يا جودي احنا بجد بنحبك قوي وفرحانين ان احنا فوقنا اخيرا من الغيبوبة دي علشان كانت كبوس معفن ايوة كبوس معفن دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل معك تحديات جديدة بس للأسف كل افكار التحديات خرصت تنامل تحديات ايه مش عارفة والله العظيم يا جودي عندك اي فكرة يا مهند لا مش عندي اي فكرة عشان تأسى ما عندكش مخة عشان تفكر بي اساسي يعني ان انت عندك مخة عشان تفكر بي خلاص يا جماعة انت هتبدأ لخناق من دلوقتي ولا ايه خلاص ارأيكم المتابعين هما اللي يختاروا فكرة حلوة ايوة يجود يعمل المسابقة طيب دلوقتي يعمل المسابقة شروط المسابقة ان انتوا ايجا ما تحطوا لايك للفيديو ده وكمان تشتركوا في القناة لو انت مش مشتركين وتكتبوا فكرة تحدي بس اهم حاجة فكرة تحدي يكون محدش عملها قبل كده ايوة تكون فكرة جديدة خالص مواش واحلى فكرة تحدي يا جماعة هاخدها وهعملها تحدي انا وسكر ومهند وكمان صاحب التعليق هظهروا في الفيديو بتاع التحدي ايه رأيكم ايوة حلوة اوي كده شروط المسابقة واكيد بقى اللي هنختار تعليقه هيكون فرحان عشان التعليق بتاعه هيظهر في الفيديو وكمان هنعمل التحدي اللي هو مختاره ويكون تحدي جديد اهم حاجة ومحدش عمله قبل كده سكر مهند تحبوا تزوروا مدرسة مسكونة مدرسة مسكونة انت بتقوليها كده اول لما اللي اللي ايوة بجد انا خايفة على فكرة وخصوصا ان احنا في غيبة والدنيا ظلمت وكمان بتقولي ان نروح مدرسة مهجورة ايوة بس ما تقلقوش الشبح اللي كان فيها مشي طيب وهنا نروح نعمل ايه هروح بس عشان تشوفوها ودأقولكم على القصة طيب ماشي يا جودي يلا يلا بينا ايه ده يا جودي الدنيا مظلمة جدا ويلا ايه راسي السد اللي متعلقة دي 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 مديرة المدرسة جودي هورزيحها ايا يا جودي للأسف ايوة طيب يا جودي يلا يا جودي انا عايز اخرج من هنا انا مش عايز اشوف حاجة تانية يا جودي لو سبحت انا خايفة قوي ايوة يا جودي وانا كمان انا خايفة يلا يا جودي نطلع من هنا طيب مش يا جماعة وانا كمان خايفة يلا ونطلع ليه بقى يا جودي لمديرة راسها متعلقة كده ايه قصتها لو عايز اتعرفوا القصة يا سكر اتفرجي على فيلم يوكو يوكو ايوة يوكو فتاة الكمامة يوكو فتاة الكمامة يعني يوكو ده اسم بنت ايوة بنت اسمها يوكو انتو لو اتفرجتوا على الفيلم بجد هيعجبكم جدا وهتعرفوا القصة بالزبط وليه حصل كده في المدرسة دي وإن اللي حصل لي يوكو وليه هي اسمها فتاة الكمامة كل حاجة هتعرفوه لو اتفرجتوا على الفيلم طيب يا جودي هنتفرج عليه بس انا مش بحب افلام الرعب على فكرة يا سكر لو انت مهاندة اتفرجتوا عليه مع بعض وعملتوا فشار وشربتوا عصير وتفرجتوا عليه كده وعليتوا الصوت على الاخر الموضوع هيكون ممتع جدا على الفكرة ايوة فعلا يا سكر هيكون ممتع طيب ماشي ايه رايك نقول لأيلين وانس وفادي تفرجوا معنا ايوة ونجيب حاجة حلوة كتير طيب ماشي انا هجيب السناكس وانت المشروبات اتفعنا عموما رابط الفيلم هيكونوا في صندوق الوصف وبس كده ده كان فيديو النهاردة يارب يكونوا عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والقومنت والشير والاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد جودي بتنزله ويه باي باي موسيقى